تعالوا نشوف في التقرير اللي جاي الهلال الأحمر المصري والدور العظيم اللي بيقوم بيه والحملة وخلية النحل الحية في القافلة اللي طالع ان شاء الله بإذن الله باكر عشان تصل هذه المساعدات إلى أشقاءنا في سوريا كل المسلزمات الهلال الأحمر قدر الحمد لله أنه هو يوفرها حملة كبيرة جداً عنوانها جسد واحد حملة كبيرة من أجل التبرع لصالح الأشقاء في سوريا كل المسلزمات اللي ممكن يحتاجوها من الخيام من البطاطين من الأدوية من كل شيء ممكن أن أشقاءنا في سوريا وفي الأماكن المنكوبة ممكن يحتاجوه تم توفيره الحمد لله بجهود حضراتكم الناس اللي بتتبرع للهلال الأحمر المصري اللي هو الجزء من وزارة التضامن الاجتماعي ان شاء الله حتى بالخمسة جنيه اللي الناس بتبعتها على الرقم المختصر اللي هو تسعة سبعة سبعة صفر خمسة جنيه ولكن دي كل ده بيترجم الحقيقة للحضراتكم هتشوفوه دلوقتي قافلة طويلة يعني الحقيقة بيقوم بيها الهلال الأحمر المصري وان شاء الله جسر يكون ممتد لأن الأزمة دي هي مش مجرد يومين ثلاثة ولا أسبوع ده للأسف الشديد هتستغرق فترة طويلة وخصوصا في سوريا خصوصا في سوريا إذا كان في مساعدات تتضفق إلى تركيا البنى برضو مع تركيا ولكن الوضع في سوريا صعب حتى دلوقتي بدأ يفكر اتحاد الأوروب يقولك هنحاول أن احنا نشيل بقى المساعدات نشيل العقوبات المفروضة نحاول أن احنا نفتح شوية المجال قدام الشعب السوري لأن الأزمة صعبة يعني متحز باسم اليوني سيف بيقول له حضراتكم الناس أسان كانت ساكنة في مدارس أن الستات كان عندهم أنيميا والولادة عندهم أنيميا وفقر دمب بالأساس أبن زلزال ما بقى لحضراتكم بعد هذه الكارثة والفاجعة